اشتركوا في القناة في بيتنا اللي احنا عايشين فيه ببني الجنة مفتوحة ليه مش عايزة الكلامة عالجنة مادام بنراعي ربنا فيه دا بيت مؤمن ورز وحلا دي نعمة ولا بيت نوز المال زوجين صالحين واحلا عيال فيه احلام كده وصنا ربنا وصنا بقلبتنا امانا سنهاوي وفيه وقت من الليلة صفا جديده من الليلة فخدني جمت عيلا نفتح قلوبنا البعض وصنا ربنا وصنا بقلبتنا امانا سنهاوي وفيه الوعد من الليلة صفا جديده من الليلة حقبني لامة عيلا بيفتح قلوبنا البعض وصنا ربنا وصنا بقلبتنا امانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا بيكم بنكمل مع بعض الجنة في بيوتنا نعايز بس سأرجع فكركم تاني باسم البرنامج سميناه الجنة في بيوتنا عشان عايزين اقرب وصف نفتكر بيه بيوتنا ده عامل زي الجنة ده البيت ده بعد ما الناس كلها كان بتهرب عايزة تخرج من البيت وكل واحد بيدور على حجة علشان عايز يزوغ وا 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 بالأمة وما تقوليش يا ده كلام كبير والله هو كده تناسي أن الأسرة دي لو وقفت على رجليها مهما كان الخراب من حواليها هي تستطيع لو هي لو هي متمسكة تطلع في وسط الدنيا اللي بايزة تطلع رجالة وتطلع بنات زي الفل ولذلك يعني بنحاول حلقة وعلى حلقة ومرة نتكلم على الأزواج والزوجات ومرة نتكلم على الأب والنهار ده جايين نتكلم على علاقة الآباء بالأبناء بنتكلم على الأب والأم وبنتكلم على الشاب والفتاة وبنتكلم أن إيه أصل العلاقة وإيه اللي بيجمعهم ويا طرى إيه اللغة الأساسية اللي بنتكلم فيها مع بعض يا طرى لغة اللي بنتكلم فيها مع ولادنا هي لغة يا ابني مصلحتك كذا لغة المنطق ولغة العقل هي دي اللغة الأولى طبعا دي لازم هنقولها ولو مش هيقولها الأب وملمين يقولها ولو الأب مش هيوجه أبناء وملمين ليوجه هيقع حد يجي يفتكر أن أنا جاي النهاردة مش عايز اللغة دي بس أنا بقول إيه أول لغة هدف حلقة النهاردة والقاعدة اللي إحنا جايين لقولها النهاردة بنقولها من أول الحلقة اللغة الأساسية اللي بنبدأ بيها لغة العطفة وبعد كده حط اللي إنت عايزه حط بقى لغة العقل وحط لغة المنطق وحط لغة المصلحة مصلحتك يا ابني بتقول كذا لكن لكن رقم واحد اللي إحنا عايزين نبدأ به لغة الألم فيه هنا فيه هنا حاجة بتحصل تخلي العقل ده يستطيع يستوعب وكمان بنقول للشباب الحلقة دي صحيح بتكلم الأباء والأمهات لكن بتكلم الشباب يا أخي فين عطفتك لابوك أمك انت ليه قافل كده انت ليه حطت حطت حيطة قدام نفسك كده ليه ما تفك كده ما تروح لابوك أمك ما تحضن أمك وتبصها في رأسها وتقعد يعني معلش يعني تدلعها بكلمتين وتقولها كلمتين حلوية ما احنا ليه جماعة كابتين العطفة جوه بيه غوية جوه خالص خالص واش خاطين نطلع العطفة ليه شباب ومين الغلطان احنا حطين قاعدة من الأول اسمها ابدأ بنفسك لكن حلقة النهاردة الهدف الأساسي اللي عايز تقوله عايز تقول ان العلاقات البشرية الإنسانية أكتر حاجة تحركها العطفة وانك لو حاولت تستخدم العقل والمنطق والمصلحة فقط مش هتنجح ومش هتجيب نتيجة والدليل ان احنا مش جايبين نتيجة مع أولادنا بالطريقة ديا حاول يا عم افضل استخدمها مئة مرة من غير التطبط من غير أنا بحبك يا بني من غير أنا بحبك يا بابا هنا ربع يعني هو الحاجات دي احنا الحضارة بتقدم والقلب بيتراجع هو احنا عارفين نعبر عن الحاجات دي وفاكرين ان العطفة لا تخرج فقط الا للحبيبة او للعشيقة او لل وانسينا ان ربنا اصلا خلق الأسرة عشان دي بقى المكان الطبيعي اللي انت بتفرغ فيه العواطف علش تاني يا جماعة ربنا خلقنا عشان نصلح الأرض ده هدف الخلق اتخلقنا انزلوا صلحوا في الأرض ربنا كريم رحيم مهمة اصلاح الأرض صعبة قوي وشقة قوي السماوات والأرض والجبال قالوا أشفقنا منها تقيلة لأن فيه شرج وفيه إبليس وفيه شطان وفيه خير وفيه شرج موضوع صعب اصلاح الأرض احنا اتخلقنا عشان كده لكن لأنه رب كريم رحيم فأنينا طب انا حديكم حاجة تساعدكم تصلحوا في الأرض انتو محتاجين حاجة تهون عليكم المهمة الشقة عاطفة انا حخليلكو حاجة اسمها البيت البيت ده كله سكن يعني سكنتم مقنينة وراحة وامقيل سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا انا حنشئلكو حاجة اسمها البيت فرجروا فيها العاطفة انت شاب عندك كم سنة عندي 18 سنة العاطفة بتاعتك عاملة ازاي ميت يونت ميت واحدة ميت واحدة تعاطفة عايزة اطلعها مش عارفها اطلعها طب وبعدين مش عارف اتجوز طيب امتى هتتجوز الله أعلم انت عارف الدنيا عاملة ازاي طب هتعمل ايه في الميت واحدة دول هيطلعوا في الحرام لا فربنا بيقول لك هنطلعوا حاجة اسمها الاسرة الاسرة دي مكان تفرير العواطف ولو انت زوج ولو انت زوجة ولو انت قب ولو انت ابن ولو انت بنت ممكن لان انا غرست في قلوبكو حبوا بعض عملت جوه الاسرة دي اربع انواع من العواطف عاطفة رباعية زوجين بيحبوا بعض ام بتحب ولادها اب بيحب ولاده اولاد بيحبوا اباهم دي مغروسة دي من يوم ادم ليوم الايه انا دي قاعد زي الشمس والامر طول ما الشمس بتطلع للمشرق وبتغرب من المغرب اللاربا عدوا المغروسين في الكائن البشري يلا بقى عبروا عن العاطفة دي جوه بيوتكو علشان تهونوا مشقة اصلاح الارض وعلشان لغاية ما تتجوزوا تكون عندك دفء عاطفي شوية يونتس مش بقولك الميت وحدة لكن بتطلع عشرين وحدة للام وعشر ومفروض خمستاشر وحدة للأب وخمسة للأخت المفروضي وثلاثين للأخت ومش عارفوا كام ها والعم والخال والعيلة الكبيرة ها عملت قد ايه ستين وحدة كويس معقول تقدر تعيش وتقدر تكمل فاهمين الفكرة يا اخواننا حلقة النهاردة بتقول بين الأباء والأبناء احنا اتكلمنا عن الزوجين لا بين الأباء والأبناء تيجوا نطلع تيجوا احنا الاتنين نشتغل على لغة العاطفة بقى تقزنوا لي أعمل حاجة بايخة نعايزة أقول الأباء بيقولوا أولادهم ايه والأبناء بيردوا ازاي حاجة بايخة يعني معلش أنا ايه عاد تألف فيها أب بيقول لابنه احنا لما كنا قدك ما كناش بنتصرف التصرفات دي احنا كنا عارفين مصلحتنا كويس وكنا بنذاكر انت ما بتذاكرش لأنك مش عارف مصلحتك بيكلموا بلغة المصلحة وبعدين أمقايله ايه على فكرة أنا مش واخد منك حاجة انت اللي ذكرت هتذكر لنفسك وانت اللي هتنجح وانت اللي هتستفيد أنا مش واخد منك حاجة على فكرة كل كلمة صح الشباب اللي قدامي بيتحكوا كل كلمة صح كل كلمة صح بس دي لغة ايه لغة المصلحة بس رغة صح كل كلمة قالها لأب صح طب الابن رد جواه الايه اه هو مش هيرد على ابوه لكن فيه جوه حاجات بتتقل زي ايه في سره ومين قالك ان أنا عايزة نجح مش فرقة معايا اللغة فيها فيها حاجة نقصة يعني الكلام اللي قاله لأب لازم يتقال ده ربنا بيقول قوة انفسكم واهليكم نارا لو ما قالوش لأب حتى لو مش عاجب الابن لازم يتقال أنا كل اللي بتكلم فيه حاجة تانية هيتقال ازاي وإن اللي حيتدق في الاوالة يعني أنا مش مختلف على الكلام عشان الأباء ما يقولوش طب انت مش عايزنا نكلم ولادنا ده انت مطالب انت مش واخدين بالكو ان الكائن الوحيد اللي ربنا خلى فترة التربية بتاعته تصل الى عشرة واثناشر سنة هو الانسان شبل الأسد بيبقى قادر على الصيد ويبقى حر بعد قد ايه سنة خلاص فترة تربية وسنة ها كل الحيوانات ستة شهر سنة انما ده يقعد سنة علشان يبدأ يتكلم ويحبي وبعدين سنة علشان يبدأ كذا وبعدين تلات سنة ليه يا رب ليه يا رب علي الله عشر واثناشر سنة لان انت في حاجة اسمها الاسرة الاسرة دي اللي هتديك القيم والعاطفة امك دي اللي هتديك مع الحليب الحنان فتطلع مش قاسي لان انت هتصلح في الارض انت محتاج عشر سنين عشر سنين عشان رصيد الذكريات شريط الذكريات بتاعتك يبقى مليان حنان وقيم وعاطفة وخب ووا 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 لا عشر سنين هو انت هو انت زي الاسد ولا زي الإرد ولا زي الحاجات دي يأكل ويشرب ويموت أنت محتاج فترة فلازم الأب يقول كده يعني أنا بقول لحتة دي ليه لازم الأب يوجه طبعا يوجه بس كلنا بطلبه يا أباء ويا أمهات ويا شباب تيجوا نتعامل مع بعض بلغة العاطفة وهل ينفع أن شاب جواه في سره يوه حيديني المحاضرة حتى لو ما قالهاش هل ينفع يقولها على أبوه يعني إذا كنت بقول ما ينفعش اللغة دي طيب هو ما ينفعش اللغة دي كمان طيب بص واحد تاني أب بيقول لابنه أنا حريسة ديلك كل خبراتي أنت عندك فرصة ذهبية أن خبرات أبوه أنت حتاخدها بس للأسف أنت لعبي أنا عايزك تقعد وتسمع مني مرة واثنين وثلاثة كل كلمة صحة بس هي تاني لغة العقل والمنطق والمصلحة مع أن هي هي نفس الكلمات لو غلفناها بالعاطفة هو بس ده ده في الحلقة تيجي نغلفها بالعاطفة على فكرة بقيت الحلقة كلها أمثلة طيب بص التالتة أم بتقول لبنتها أنا مش عجباني لزقتك في صحابك دول أهدأني لو فلحتي طول ما أنت بصحبة فلانا كله بيضحك حدش يزعل ماني والله العظيم كل كلمة قالتها الأم صحة طبعا هتضيعك صحة بس أنا بس اللي كنت بكل اللي بقوله هتبدأها إزاي وحتقولها إزاي طب والبنت ردت قالت إيه عجبني صحابي وعجبني أو قالت في سرها حاجة تانية طب وانت لما كنت صغيرة كنت بصحبة مين يعني حتى دي حرام حتى اللي جوة دي فأنا جاي أقول للتنين تيجي نبدل الطريقة تيجي نبدأ بلغة تانية وبالذات الأباء والأمهات تيجي نبدأ بلغة العاطفة تيجي نركز على كلمة القلب قبل العقل الشباب مهما كان باين إن هو كبر وبقى خشن كده وشنب وبدأ يطلع وعمل وبدأ يروح يلعب في الجم وعمل نفسه عضلات ووشه صارم كده وجامد وطويل وعريض وقافل صدقني من جوه هنا يا maintain القلب ده أخطر بسط المسر يستجيب على طول دي طبيعة الشباب يعني أنا مش جاي أقول على ابنك أنا جاي أقول ربنا خلق الشباب كده إن قلوبهم رقيقة مهما يغرقش المنظر مهما يغرقش إنه هو شكله جامد مهما يغرقش إنه ما بيتكلمش صدقني هو من جوه عيز عاطفها كأنه كأنه زي ما بقولك لازم تفوت من قلبه على عقله كأنه عايز يقولك عايز يقولك كلم قلبي عشان أسمعك ها فوت من قلبي على عقلي عشان أفهمك مع أنه هو زكي لكن عايزة تطلع كده اطلع من هنا على هنا هسمعك وافهمك ربنا خليقهم كده ربنا والبنات أكتر والبنات أكتر عايزة تكسبهم اعمل كده أنا عايزك تدخيل واحد راح يفتح مع مفتاح وراح يفتح باب شقة فدخل المفتاح ما بيفتحش هيجرب كم مرة تلاتة لا طب يعني هيزبر أكتر خمسة هل ممكن يقعد يجرب عشرين سنة يعني يقعد عشرين سنة كل يوم يدخل نفس المفتاح يعني ما بيفتحش يقوم جاي تاني يوم ومدخل نفس المفتاح والله ما بيشتغل غير مفتاحك استخدم طريقة تانية إذا كان لغة إنك تبدأ مصلحتك الصح العقل المنطق إذا كان أنت بتستخدم الطريقة دي بقلك عشرين سنة ومش شغالة طب ما تيجي نستخدم طريقة تانية طب ما تيجي نستخدم الطريقة اللي أنا بقترحها عليك النهاردة ودي قاعدة النهاردة تيجي نبدأ بالعاطفة موسيقى بقلبتنا أمانة صنهار وفي الورد موسيقى موسيقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الشباب إزاي وحنشوف الشباب بيتعامل مع النبي إزاي بص النبي صلى الله عليه وسلم كلام للأباء والأمهات الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فشاف معاذ بن جبل معاذ تساعتاشر سنة فحيعمل يخد بالك من اللقطات اللمسات البسيطة على فاكرة أحيانا الحاجات الصغيرة بتحل مشاكل كبرى ما تستهونش بالحاجات الصغيرة النبي بيقولك لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا اوعى تحتقر حاجة صغيرة ولو ولو انطلق أخاك بوجه انطلق بوجه مبتسم ما تستهونش بديه فالنبي ماشي يلاقي معاذ فيقوم عامل إيه النبي صلى الله عليه وسلم ماسك إيد معاذ وياخده ويمشي معاه عارف متخيل المسكة دي مشبك إيده في إيده وبعدين سكت شوية ومقايل له يا معاذ فقال لبيك يا رسول الله شوفه لبيك دي لازم تطلع كده لازم يبقى لبيك لبيك يا بابا لبيك يا ماما مين كده وبرضو الناحية التانية تخيل شاب يقرر إنه هو طول رمضان حيقول لأمه كلمة خاطر وإن دي العاطفة اللي حيديها لأمه مش هتطلبي مني حاجة أنا يا رب هعبودك في رمضان السنة دي كل ما ماما هتقول حاجة هقولها خاطر كل ما بويا هيقولي حاجة خاطر وهعتبر إن دي تطلق عاطفتي ضعربون العاطفة حاطر وهقولها بصدق وهقولها بحب عشان أقوله أنا بحبك لو أنا مكسوف أقولها له فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بإيد معاذ ويقوله يا معاذ فقال لبيك يا رسول الله فقال له النبي يا معاذ إني أحبك أنا بحبك فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحصني عبادتك ما هو ادالوا التوجيه ها هو بس شفتوا التوجيه شفتوا مش بقولك متغلفة يعني أنت أعايز تدي التوجيه أنا مش معترض معاك أنك تدي التوجيه وكل النصايا بس شفت دي وإنتوا يا شباب النبي بيقول لينوا في يد إخوانكم وأنا بقولك لين في يد أبوك ساعد أبوك أنه هو لما يمدي إيده يلاقيك بتحط إيدك يعني يعني يا شباب خليك جدعة خليك راجل خليك صدقني صدقني والله 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 يمكن حطت إيدك في إيد أبوك ومشيتك دي تكون أغلى عند ربنا من صيام نوافل وصلوات نوافل شهور وشهور لأن دي تغيز الشيطان وتطرده من البيت وصلاة النافلة وإنت عملت تخانق جوه البيت والبيت مليان خناء ونكد مش هتيجي كتير فاكرين القصة جريج العابد اللي كان كل ما يدخل في الصلاة ويبدأ يصلي أمه تنادي عليه فيقول يا ربي أمي وصلاتي فيفضل إيه طبعا صلاته يعني يعني بس مش بيصلي فرد بيصلي نفل بيصلي سن فيقول صبعا صلاتي فتيجي تاني يوم أمه بتنادي عليه يا رب يعني كل مرة تنادي عليه أنا بصلي أمي وصلاتي طبعا صلاتي يعني ربنا يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلق يقول إيه رحم الله رحم الله أخي جريجا لو كان عالما هو عابد لو كان عالما لعلم أن إجابة أمه خيرا من صلاته لأنه أمه بتبدأ يعني يعني شوف ترتيب يرضي ربنا إجابة أمك أكتر فلما يجي يا بوك يمدي إيده مدي إيدك ما قصودش في دي بالزد تقصد في كل ما هو عاطفة الحلقة دي بتتكلم يا جماعة تعالوا نطلع العاطفة رقم واحد في علاقتنا بأبنائنا صدقني حتحل لك ميت مشكلة ميت مشكلة في الخلافات اللي موجودة في البيوت حتدوب والفطفضة بقى تبدأ والأب الصديق يظهر ويبقى الاحترام والتقدير متبادل والحب يزيد البيوت كده ما هو ربنا خليها تبقى جنة في بيوتنا فعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بإيد معاذ يا معاذ إني أحبك وبعد كده ادالوا بقى الطلب فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على فكرة الناس في المساجد اللي النهاردة بيقولوا الدعاء ده بعد الصلاة والناس بيوتها بتقول الدعاء ده بعد الصلاة اللي حفظينه جابوا منين من معاذ أصل النبي لما قاله له معاذ حكاه للأمة كلها أصله معاذ ما نسهاش ليه ما نسهاش أصل مسكة الإيد وبحبك مش ممكن تنسي الكلام اللي بعدها طيب هتقول لي ده موقف لا 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 ده أنا ممكن أحكي لك من هنا لغاية حلقتين ثلاثة يقابل أبو أمامة صحابي كده عنده 16-17 سنة فيقول له يا أبا أمامة إن من الناس من أراه فيلين له قلدي وأنت منهم طرفت يا أخوان نحن نعرفش نقول الكلام ده أنا في ناس لما بشوفها قلبي لين وانت منهم يا أبا أمامة إذا دخلت بيتك فسلم على أهل البيت تكون بركة عليك وعلى أهل البيت شفت هي نفس الطريقة يعني يعني أنا عايز أقول لك إن هي طريقة واحدة عاطفة توجيه مش العكس مش أنا قلت لك مئة مرة لو سقط العربية بالطريقة دي أنت حتموت أنت فاهم أنت حتموت أنا بقول لك كده عشان بحبك لا مش هتشتغل كده يعني مقلوبة لكن يا أبا أمامة إن من الناس من يلين قلبي لما بشوفه أنت من الناس اللي ما بشوفهم قلبي بيستريح يا ريت يا أبا أمامة عشان أنت كده ربنا نخلي وشك حلو لما تخش بيتك ابقى سلم على أهل البيت وخليها طريقة ليك يقول أبا أمامة فوالله ما نسيتها منذ ذلك بقيت كل ما نخش البيت بقيت كل ما نخش البيت أعمل نفس الحكاية طب اسمع الثالثة ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاهد التشاهد كما يعلمنا الصورة من القرآن عمال يحفص في وعيد يحفص في وعيد بس بص الحديث بيقول لك يفعل ذلك ويده في يدي وكفه في كفي هي طريقة هي طريقة عايزين نبدأ نشتغلها يعني يا أخي أنت فاكر أيام على خطى الحبيب وإحنا كلنا سخنين وعايزين نقلد النبي صلى الله عليه وسلم أنا أياما كنت بحكي غزوات النبي لكن ليه دايما بنبص على النبي من الجانب العسكري والجانب السياسي والجانب الدعوي فقط تيجي نبص على النبي من الجانب الاجتماعي تيجي نشوف رصيد النبي الاجتماعي رائع قد إيه طيب على فاكرة بقى أنا ما بقول لك حاود أحكي لك حكايات كده للصبح بس الأباء والأمهات دلوقتي عايزين نركز ونقول والله حبدأ الطريقة دي يشوف سيدنا ابن عباس ابن عباس صحابي يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما النبي مات مات وهو عنده 13 سنة يعني ساعة ما النبي مات كان ابن عباس عنده 13 سنة فالقصة اللي أنا هحكيها لكو دي يمكن كان عنده 11 سنة النبي لاحظ ابن ابن عباس باين عليه الذكاء الولد ده موهوب شكله ممكن يطلع منه حاجات كتيرة في المستقبل وإحنا الإسلام لسه جديد عايزين ناس تتفقى في هذا الدين فيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي ابن عباس جاي فيفتح إيديه ويحضنه ويضمه ويضغط عارف لما تمسك واحد وضغط عليه وبعد ما يعمل الخضن الحلو ده يقوم قايله كلمة في ودنه يقوله إيه يدعيله بس دعاء موجه يدعيله يقوله إيه في ودنه اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه في الدين كأنه بيقوله إيه روح التقى في الدين بس أحلى محمول حلو اللهم فقهه في الدين على فكرة بعد عشرين سنة من التاريخ ده كان ابن عباس المستشار الشخصي لسيدنا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وأفقه الأمة كان ابن عباس كان عمر بن الخطاب يقول أعوذ بالله من معضلة وليس فيها علي بن أبي طالب وابن عباس بإيه بحضن وضغطة كده فيها جبعانة إجمد وكلمة في الودن وكلمة في الودن مش مباشرة اللهم فقهه وعلى فكرة لما كان يبقى فيه موضوع حساس قوي النبي مهد له تمهيد عاطفي إزاي الإسلام جاه على بيئة بدوية وكان أمم لسه في يعني يعني الزوقيات لسه مش عالية فجاي الإسلام على البيئة دي والإسلام جاي بنظافة وجاي بوضوء وجاي تعمل إيه لما تخش الحمام وتتوضى إزاي وتغتسل إزاي ففيه نقط حساسة لما تخش الحمام هتتصرف إزاي وفيه أخطاء بيقع فيها لسه الصحابة فالنبي عايز يوجه فبصة حيعمل إيه أيها الناس اقتربوا قربوا مني في المسجد فبدأوا كده يقربوا 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 لغاية ما بقوا قريبين أويه أم أيلهم إيه إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولده أنا زي أبوكو إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولده أحب لكم ما أحب لنفسي شايف أنت فاهم عمال يماهد إزاي فإذا دخلتم الغائط لو رحت الحمام ففعلوا كذا وكذا وكذا أنا عايز أقول إيه يا أخوانا في الآخر عايز أقول إن هي طريقة وحتى عند الغلط طب أنت هتقول لي يعني أصلا أنت بتقول كلام حلو لكن ده أنت متعرفش ابني ده مجنني ده يعني الغلاسة لما تتعجن مع التلامة يطلع يطلع هو يعني أقول لها مهما قلتيلي مش هغير كلامي هو ربنا أي للنبي كلمة يا ريت الأباء ينفذوا على نفسهم ولو كنت فضا غليظ القلبي لنفضوا من حولك طب إحنا ليه خدناها على الأمم والشعوب طب ما ممكن ناخدها على بيتنا كمان ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك طب هتتخنقي اتخنقتي طب وبعدين يا عم غير ما بيشتغلش المفتاح شوف لك مفتاح تاني هتفضل نفس الطريقة والصوت يعلى ويقول ما فيهوش فايدة طب ما تيجي نجرب طريقة تانية شوف مثلا أنا عايز ألفت نظرك لو الحب لشتغل انت بنظرة العين هتتفاهم انت وابنك لو العاطفة اشتغلت لو حس انت بتحب وقد ايه والحب ده ملى القلب حلقة النهاردة مفتاح خطير خلي بالك لو دربت لو رمضان استفدت منه ان انت هتجهز بيه والشباب سعدوك والشباب اللي بيسمعني دلوقتي قالوا وانا هستجيب يا بابا وحتلاقيني هين لين وبسرعة وحستنك ليه انا حجيلك يا بابا لو الحب ده حصل تبقى نظرة العين اقوى من الف عقوبة النبي صلى الله عليه وسلم مرة في غزوة خيبر المسلمين في غزوة خيبر وصل الجوع ان هم ربطين على بطنهم الحجر جوع رهيب واتفقوا ان اي اكل يجي يتقسم بينهم جعنين فواحد من الصحابة اسمه عبس بن جبر لقى شوية شحم كده شاه وكان فاضل شوية شحم كده وشوية حتة لحمة ميت من الجوع يموت فانبصص كده وقال والله لا اعطي منه احد والله ما حد واخد فبيقول فالتفدت فايذا رسول الله امامي هحظه بقيت النبي فوشي ها والنبي اي الامر انا مش قلت ما عملش كده يقول فنظر الي وابتسم ابتسامة الحزين وطركني وانصرف فسبقته الى الناس اقول لهم هذا هو اللحم دعونا علشان يسمع النبي والله انا احيانا كلمة مخصمك تكون اشد من اشد عقوبة بس امتى لو تربين على الحب في البيت مش مش هينفع تعملها دلوقتي تخصم لانه مش حاسس عملوا احصائية في امريكا جابوا الف واحد خمسمائة ابو وام وخمسمائة شاب سألوا الاباء انت بتحب ابنك يقول ايه السؤال السخيفة كل الاباء كل العينة ايه السؤال السخيفة ده طبعا بحبه سؤال بايخ سألوا الاولاد ابوك بيحبك اللي قال اظن مش عارف احيانا يمكن طبعا بس عمره ما حسسني بيها وكانت اغلب الاجابات طبعا بس عمره ما حسسني بيها ده امريكا احنا هنا ادفى الحمد لله والعلاقات ادفى بكتير بس عملت فك عشان كده بقولك ارجوك لو رجعت العاطفة حلوة قوي هتبقى نظرة العين اقوى هتبقى مخصمك اقوى من 1000 عقوبة المدينة كانت كده عشان كلهم بيحبوا بعض وعشان الصحابة كلهم بيحبوا بعض فاكرين التلاتة اللي تخلفوا عن غزو التابوك والنبي قال لهم اطلعوا وما طلعوش الغزوة تلاتة فاكرين كانت عقوبتهم ايه عقوبة لازم تكون شديدة ده سابه النبي يطلع لوحده كانت العقوبة ايه مش هنكلمكم المدة خمسين يوم فاكرين قلناها في خطى الحبيب خصام خمسين يوم محدش هتكلم معهم شوف الآية تنزل تقول ايه عليهم ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الارض بمرحبت الارض الوسع بقى الديقة وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ايه العقوبة بخص منكم طب تخيل لو دي في البيت تخيل لو دي اكبر عقوبة في البيت على فكرة ربنا قالها يوم الايامة كان لانهم عن ربهم يوم اذن لمحجبون اشد عقوبة يوم الايامة محجبون عن الله تبارك وتعالى لما يكون الحب هو لقائم واحد من العابدين كان بيحب ربنا قوي قوي وبعدين عمل معصية كبيرة فتوقع انه هتنزل انه هو هيعاقب فملقاش عقوبة فكده حلم في ليلة يعني قاعد يسأل نفسه هو انا ما وقعش علي عقوبة ليه هو ربنا ما عقبنيش ليه فشاف رؤية ملك بيقول له ألم تحرم لذة مناجات الله عز وجل عقوبة الحرمان للي بيحبه بعض اشد بكتير من اي عقوبة تيجو يا جماعة ننوي ونتفق هنغير المفتاح هنبدأ بالعاطفة وانتو يا شباب أقدر ناس تصلحوا الحكاية مدي ايدك لابوك وح لابوك وحضنه بوسه بوس ايده قل له ما تيجي نتمشى مع بعض شوية تيجي نخرج مع بعض النهاردة أنا بقال كتير نفسي فاطفض معاك خليكوا جد عين اعبدوا ربنا بدي يمكن تعتق في رمضان السنة دي ببوس ايد أم أو أب بفتح قلبك الأب يعني في نهاية كل دو خلينا نلخص كل الكلام ده ونقول قاعدة اليوم ايه قاعدة اليوم اللي احنا عايزين نؤكد عليها ونقولها للأباء والأمهات في التعامل مع الشباب قاعدة اليوم لغة العاطفة قبل لغة العقل لغة العاطفة قبل لغة العقل ومين يتحرك وعايز أقول حاجة بقى في الآخر للأباء والأمهات ويعني ايه يعني سمحوني يعني وانا بقولها في بعض الأباء بالذات الرجال وبيكون مناشي عارف يعني ايه مناشي يعني ايه قافش كده وقافل وبيتعامل مع أولاده يعني ايه في حواجش شديدة تخلي فيه تنشية يعني وانا أحكي له قصة تفهم منها الحكاية دي كان فيه مرة سبق في لبنان لما كنت عايش في لبنان وبيعمله كل سنة سبق كده في شوارع لبنان وبيشارك فيه أعداد كبيرة من الشباب والبنات فهو ابنه مشارك في السبق فقال له يا بابا لازم تيجي وهو كان راجل بقى محترم قوي كده وبادلة وكرافاتة فراح بالبادلة والكرافاتة وواقف كده يعني والولد بدأ السبق وهو يعني يعني كده ما فيش كده ويا الله يا حبيبي لا 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 ما فيش كده واقف بمعنى كلمة مناشي يعني بيتعامل معاه كده من بعيد يعني والولد ماشي بعد شوية السبق سخن وبعد شوية في اللحظات الأخيرة ابنه بيقرب من هيد السبق وشكله حيطلع من الأوائل فالراجل أمفاكك الكرافاتة وبدأ ومحطين حاجز كده وبدأ يجري من جنب الحاجز وتحول فاتح كده وشال التنشية وفك وبدأ يشجع اجري يا حبيبي يلا أنا معاك هتجابها ان شاء الله والولد بيقرب من نهاية السبق وهو بقى مية والناس بتبص عليه من بره وبيقولوا الراجل اللي كان بيبطلوا كرافاتة ومقفل دون بقى فاتح كده وعمال بيهرج ايه حكايته دون فبدأ يبص للناس وهو مليانة حاجة بقى البدلة بقت مية وعمال يبص للناس يقول لهم معلش أصنا أب معلش أصنا أب والولد خلص السبق والأب وقع على الأرض من كتر ما بازل مجود بقى بيجري جنب ابنه وابنه طلع التالت في السبق بس حاجة كويسة قوي بس قام وحضنه وفك فك يا جماعة يا أباقي أمهات فكوا فكوا وخلوا لغة العاطفة تغلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على المنبر وبيخطف في وسط المسلمين أظن ما فيش أكتر من كده موقف في حوارك ما فيش بقى حد حياخد باله من ولاده ويحضر على ولاده بيخطب وواقف في وسط الصحابة تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم داخلين المسجد لسه صغيرين بقى ثلاث سنين واربع سنين فبيعثروا لابسين جلبية كده فبيعثروا كل شوية كعبين وفيها عارف الطفل الصغير لما يبقى لابس جلبية فيقع فيها فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويشيلهم قدام الناس يوقف الخطبة تخيل لو أحد عمل الحكاية دي في بلادنا الوقتي ده يعني وأمشيل الولدين وطالع بيهم على المنبر وهو شيلهم وبدأ يكمل الخطبة تاني وبدأ يقول للصحابة إن ابني هذا رأيتهما يعثران عملين يقعوا فلم يصبر قلبي حتى حملتهما يا سلام يا رسول الله على العاطفة العظيمة صلى الله عليك يا رسول الله ولم يستحي من وقفة المنبر إنما أظهر هذه العاطفة ها جماعة مين بقى يقلط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفوك وإنتوا يا شباب ما تخشبوش يعني ما تخشبش يعني لما بوك يقرب فوك أنت كمان ما تبقاش منشي تبقى لسه صغير ومنشي وما لما تقبر حتعمل إيه خليه جدع وحطي إيدك في إيد أبوك تعالوا نختم حلقة النهاردة حلقة النهاردة القاعدة بتقول عايز يرجع التألف الأسري سواء أباء أو أمهات أو شباب لغة العاطفة قبل لغة العقل نشوفكم بكرة على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحكاية دي بتعمل مفعول السحر في الشباب الخير اللي أنا فيه دوا بالكلمات الحلوة اللي كنت بتبعتوها لي ياه العاطفة العاطفة حاجة كبيرة أوي معقولة بقى في حاجات أسية كده بتحصل في بلدنا العبادة بتجيب عاطفة وصانا ربنا وصانا بقلبتنا أمانة صنها وفي الورد ما وده ورحمة واختبارات تقوي البت تزيد وسلبات تلقى وقات ترقى وقات تسلمها بقى لله ما دم في البيت محبة وطاة وقاله في كل فرد جماع ما دم في البيت محبة وطاة ما دم في البيت محبة وطاة ما دم في البيت محبة وطاة نفتح قلوب من البار حقوق الإعلان الحصرية لهذا البرنامج ميديا لاين هذا البرنامج من إنتاج إيبو نايت ترجمة نانسي قنقر